بسم الله الرحمن الرحيم أبناء طلبة وطلبات المدارس الزراعية أهلاً بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج في بيتنا مدرسة وحلقتنا إن شاء الله النهاردة هنتكلم فيها على بعض النباتات ضمن النباتات التي تم درستها في مقرر خدمة الحاصلات البستانية الخاصة بطلاب الصف الثالث الزراعي تخصص إنتاج الحاصلات البستانية وإن شاء الله في الحلقة بتاعتنا النهاردة هنتكلم فيها على ثلاث نباتات من ضمن النباتات الخضر ذات القيمة الاقتصادية العالية وبيتخضع لنوع من أنواع التصنيف كده يعني لسهولة الدراسة هم ثلاث نباتات النباتات دي كلهم نباتات ورقية يعني الجزء الاقتصادي في النبات هو عبارة عن الأوراق طيب إيه هي النباتات الورقية بصفة عامة يبقى نبات الجزء الاقتصادي اللي أنا باخده منه هو الجزء عبارة عن الوراق أي نبات بيتكون من جزء وصفة وأوراق بس هنا بلاقي أن النبات بتاعي الجزء اللي زيه القيمة الاقتصادية العالية اللي عندي أو الجزء اللي فيه أعلى مكون جزائي عندي هو عبارة عن الأوراق إيه هم النباتات اللي إحنا حيتم دراستهم؟ إن شاء الله حيتم دراست ثلاث نباتات نبات السبانخ ونبات الملوخية ونبات البقدونس والثلاث نباتات زي ما احنا وضحنا هم ثلاثة من ضمن أنواع الخضر الوراقية وبيتميزوا بقيمة غزائية عالية جدا سواء كان في استهلاكهم في صورة طازجة أو النباتات منهم التي تستخدم بعض معاملات عمليات الطهر يبقى أول نبات من ضمن النباتات اللي هنتكلم عليها نبات السبانخ هنا بناستعرض مع بعض صورة للنبات السبانخ وشكل البزرة لو محد فيكم كانش يعرف شكلها إيه أول حاجة لو جينا نتكلم على النبات عايزين نعرف إيه هي الأهمية الاقتصادية للنبات بتاعي النبات اللي عندي نبات السبانخ الجزء الاقتصادي زي ما احنا تفانى هو عبارة عن الأوراق طيب الأوراق ديت أنا باخد منها إيه بلاقي أن الأوراق بتاعتي تؤكل مطبوخة أو مسلوقة وكمان بلاقي أن الأوراق اللي عندي بتتميز بارتفاع محتواها من فيتامينية ألف وفيتامين جيم وبعض الأملاح المعدنية يبقى عند الجزء الاقتصادي في نبات السبانخ والأوراق والأوراق ديت إما تؤكل مطبوخة أو مسلوقة وبتحتوي الأوراق على كمية كبيرة من فيتامين ألف وفيتامين جيم وبعض الأملاح المعدنية بالرغم من جودة أو القيمة الغذائية لنبات السبانخ واحتواءها على عنصر الحديد كمكون من المكونات الغذائية ولكن في مشكلة بسيطة ودي لو حد عنده يعني مشكلة صحية بيعاني من ارتفاع نسبة أملاح وزالات الكاليسيوم لا يفضل استهلاكها بكمية كبيرة لأن السبانخ اللي عندي بيكون موجود فيها حامض تسمى حامض الأجزاليك ده لو هي بتحتوي على نسبة من الكاليسيوم والكاليسيوم اللي موجود فيه السبانخ اللي عندي بيتحد مع حامض الأجزاليك ويكون أجزالات الكاليسيوم ودي بتبقى غير مرغوبة وبتعمل عندي مشاكل صحية طيب الوصف النباتي النبات السبانخ من ضمن النباتات لو احنا بصينا لشكل النبات عندي هلاقي عندي جزر والجزر اللي عندي النبات بيكون عبارة عن جزر وتدي النبات بتاعي نبات عشبي بس بلاحظ عندي هنا ان الساق بتاعتي بتبقى ساق قصيرة موجودة في قاعدة الأوراق ويبقى الجزء اللي أنا شايفه الجزء اللي أنا أشرت عليه ده دي بس دي عبارة عن الساق بتبقى ساق قصيرة وبعد كده عندي الأوراق بتاعة النبات وهي أوراق بسيطة وهي عبارة عن الجزء الاقتصادي للنبات يبقى نبات السبانخ عندي نبات عشبي بيتكون من أوراق بسيطة وصاق قصيرة وجزر وتدي بالنسبة للإحتياجات البقية التي يتعرض لها النبات أو بأول عنصر من ضمن العناصر درجة الحرارة بلاقي نبات السبانخ اللي عندي من ضمن محاصيل الخضر الشتوية الحرارة المثلة للإنبات عندي بتبقى درجة من 21 درجة مقاوية وبيحتاج للنمو الخضري درجة حرارة من 10 إلى 16 درجة مقاوي وبلاحظ عندي أن نبات السبانخ من ضمن النباتات التي تتحمل السقية هو نبات بينمو في موسم بارد وبذلك هو يتحمل السقية ولكن انخفاض الحرارة يسبب تجاعد الأوراق طب إيه اللي يحصل النبات بتاعي لو تعرض إلى نهار طويل وارتفاع حرارة بلاقي عندي النبات لو تعرض إلى عدد كبير من ساعات الضوء وارتفعت درجة الحرارة بيحدث للنبات عملية الإظهار وهذه العملية بتكون غير مرغوبة يعني النبات السبانخ إذا أظهر قبل عملية التسويق دي بتبقى صفة غير مرغوبة بالنسبة لعملية الإضاءة بلاقي زي ما أنا وضحت أن النبات السبانخ بيزهر يعني بيخرج أظهار إذا تعرض لحرارة عالية وزيادة في طول النهار أو زيادة في عدد ساعات النهار وهذه صفة غير مرغوبة بالنسبة للي احتاجات البيئية من درجة الرطوبة الجوية بلاقي نبات السبانخ اللي عندي للحصول على إنتاج نباتات صفاتها الجيدة بيتم فيها أو بيتم توفير نسبة من الرطوبة حتى يمكن الحصول على سمار أو حصول على أوراق غضة بتحمل صفات تسويقية جيدة ولكن يعاب على نسبة الرطوبة إذا زالت ارتفاع الإصابة بالأمراض الفطرية وخاصة أمراض البياض الزغبي طيب أزرع نبات السبانخ عندي إمتى نبات السبانخ لو أنا هزرعه بيتم زراعة نبات السبانخ في طربة في مختلف أنواع الأراضي ولكن يفضل زراعته في الأراضي الطمية السلتية وممكن أيضا أن أنا أزرعه في الأراضي الرملية بس بيشترط عندي أن الأرض بتاعتي تكون أراضي جيدة الصرف خصبة ونسبة الأملاح اللي عندي بتكون ما تزيدش عن 5 إلى 7 درجة ملي بي اتش درجة الرطوبة أو درجة الحموضة بتبقى من 6 إلى 7 ويفضل ألا تقل درجة البي اتش في الأرض المعدة لزراعة السبانخ عن 5 درجة بي اتش طيب أزرع السبانخ إمتى؟ عندي في نوعين من السبانخ موجودين بيتم زراعتهم في أصناف محلية وعندي في أصناف أجنبية الأصناف المحلية بيتم زراعتها في الفترة من نصف أغسطس حتى نصف نوفمبر والأصناف الأجنبية بيتم زراعتها أيضا في نفس الفترة من نصف أغسطس وتمتد حتى آخر شهر فبراير يعني هنا لما بيزرع الأصناف المحلية بلاقيها بيتم زراعتها آخر معاد عندي شهر نوفمبر يعني شهر أغسطس وأكتوبر ونوفمبر أما الأصناف الأجنبية ممكن التأخر فيها شوية حتى شهر فبراير كمية التأول المستخدمة بيتم زراعة نباتات السبانخ باستخدام البزور ودي بيتم زراعتها بطريقتين لو أنا هزرعها نصر في سطور لو أنا زرعتها في سطور بحتاج من 3 إلى 5 كيلو جرام بزرع ولو أنا هزرع البزور بتاعتي عن طريق عملية النصر بحتاج لكمية أكبر شوية بحتاج من 8 إلى 12 كيلو جرام من البزور يبقى إذا كنت هزرع النباتات زراعة في سطور بحتاج الفدان عندي من 3 إلى 5 كيلو جرام بزرع ولو كنت هزرع بطريقة النصر بيتم استخدام 8 إلى 12 كيلو جرام من البزور طيب إزاي أزرع السبانخ عندي؟ والله إذا كانت الأرض اللي عند أراضي قديمة هعمل إيه؟ بعد حرط الأرض وتجهيزها جيداً بيتم تقسيم الأرض لأحواض مساحة الحض الواحد اللي عندي بتبقى عبارة عن 2 في 3 متر أو 3 في 3 متر وبيتم توزيع البزور إما نسراً أو سرسابة في سطور بين السطر والتاني 25 سنتي وبيتم زراعة البزور على عمق 1.5 إلى 2 سنتي يبقى لو عندي أراضي قديمة بعد تجهيز الأرض للزراعة أحرتها وتنعمها بيتم تقسيمها لأحواض 2 في 3 أو 3 في 3 متر وبعد كده بيتم توزيع البزور عندي إما في سطور أو إن أنا أزرعها نسر إذا زرعتها في سطور بسيب بين السطر والتاني 25 سنتي وبيتم وضع البزور على عمق 1.5 إلى 2 سنتي طيب لو عندي أراضي جديدة الأراضي الجديدة بيتم فيها استخدام نظم الرأي بالرش أو الرأي بالطنقية لو عندي نظام الرأي بالرش هعمل إيه؟ لو عندي نظام الرأي بالرش بيتم فيها إن أنا بعد تسوية الأرض وتنعمها بيتم زراعة البزور بتاعتي صر في سطور وبيكون بين كل سطر والتاني مسافة 30 سنتي مع ملاحظة إن كل أربع سطور بسيب مسافة قدرها 60 سنتي دي تسمح بمرور الآلات والعمال الكلام ده لو أنا هستخدم نظام الرأي بالرش لو أنا هستخدم نظام الرأي بالطنقية بيتم عمل مصاطب عرض المصطبة اللي عندي بيكون حوالي 120 سنتي وبيتم ترك مشايات عرضها 55 سنتي وعلى ظهر كل مصطبة زي ما احنا شايفين في الصورة معانا بيتم فرد خرطمين من خرطيم الرأي وبيتم زراعة البزور في سطور بين كل سطر والتاني 20 إلى 25 سنتي وممكن أيضا نسر البزور على ظهر المصطبة يبقى هنا قلت لو أنا هزرع السبانخ عندي في أعراضي بيتم رأيها بالرش بيتم سر في سطور وإلى وزرع رأي بالطنقية بيتم عمل مصاطب عرضها 120 وبيتم زراعة البزرة بتاعتي إما بدار أو سطور على ظهر المصطبة في عندي مجموعة من عمليات الخدمة يتم عملها على النبات بعد عملية الزراعة أول عملية من ضمن العمليات المهمة جدا للحصول على الإنتاج عندي ويجب الاهتمام بيها جيدا هي عملية الخف أولا عملية الخف عندي في نبات السبانخ عملية مكلفة وخاصة إذا كنت أنا زارع النبات بدار أنا ممكن أعملها في حالة واحدة بس لو أنا كنت زارع في سطور وما بعملهاش إلا لو كانت عند الكسافة النباتية أعلى من الكسافة النباتية المطلوبة ولما بعملها بسيب مسافة بين النبات والتاني حوالي 10 سنت يبقى عملية الخف عملية مكلفة بتحتاج لرعاية خاصة نبات اللي عندي نبات حساس ما بستخدمهاش أو ما بلجأش لعملها إلا إذا كانت عندي الزراعة في سطور ولما بعملها بسيب مسافة بين النبات والتاني 10 سنت من ضمن العمليات برضو المهمة جدا عندي لو عندي فيه كمية من الحشاش موجودة في الأرض المعدة لإنتاج السبانخ هنا عندي في الطبيعي في النباتات كنت بقى استخدم عملية العزيق لمقاومة الحشاش هنا طب تبقى صعبة شوية لأن النباتات برضو ما بعملهاش إلا إذا كنت زارع في سطور أما لو أنا كنت زارع النباتات بضار فعملية مقاومة الحشاش ما بتتمش إلا باستخدام المبيدات الأمنة يبقى عملية العزيق ومقاومة الحشاش اليدوية عن طريق عملية العزيق ما بستخدمهاش إلا في حالة واحدة إذا كانت النباتات اللي عندي تم زراعتها في سطور عملية الرأي من ضمن العمليات المهمة جدا في زراعة أي نبات هي توفير الاحتياجات المائية أول رأي بياخدها النبات هي رأية الزراع يعني أنا بحط البزرة وبعد كده بأروي بعد كده بيتم رأي النبات مرة أخرى قبل الإنبات يبقى أنا بحط البزرة وبعدين بأروي وبعد كده بيتم إضافة رأي أخرى قبل إنبات البزور وبعد كده بيتم رأي السبانخ على فترات متقربة وقلت إن هنا لما أنا بوفر كمية الرطوبة بتديني نباتات ذات أوراق غضة وسبواتها التسويقية جيدة والرأي اللي عندي بيكون رأي منتظم ولا يفضل نقص نسبة المياه أو زيادتها لأن ده بيعمل عندي مشاكل في النبات لو زودت كمية المياه عن الحد المناسب بيؤدي إلى اصفرار الأوراق وبالتالي تلف المحصول اللي هو الجزء الاقتصادي اللي أنا بأسعى لإنتاجه العملية اللي بعد كده والمعاملة اللي بعد كده أنا بنتج هنا محصول ورأي يبقى هنا لاجب إن أنا أهتم جدا بعملية التسميد إيه اللي بيحصل في عملية التسميد بلا عندي فيه معدلات سمادية بيتم إضافتها أثناء تجهز الأرض للزراع بضيف من 10 إلى 20 متر مكعب سماد بلدي تم التحلل للفدان وبضيف 250 كيلو جرام سلفات نشادر و200 كيلو جرام سوبر وفسفات و75 كيلو جرام سلفات متاسيم بيتم إضافة هذه الأسميدة على دفعتين الأولى بعد الزراعة بتلت أسابيع والتانية بعد أسبوعين من الأولى أما السماد البلدي بيتم إضافته أثناء تجهز الأرض للزراع طب لو عندي أرض بتكون أراضي قلوية فأنا عشان أتغلب على مشاكل الأراضي القلوية بيتم إضافة 5 كيلو جرام كابريتات منجنيز و5 كيلو جرام من عنصر البوركس طيب نباتة السبانخ اللي عندي بيتم حصاد السبانخ بعد وصلها لتكوين أو تكوين 5 إلى 6 أوراق وبيستمر موسم الجمع حتى قبل الإظهار لاحظ هنا؟ طب أنا عشان أجمع السبانخ أجمعها زي؟ والله عندي في حالتين ممكن أن أنا أستخدم آلة حادة بيتم بيها قطع الأوراق فوق سطح التربة فتسمى هذه العملية حش أو أن أنا بيتم اقتلاع النباتات بصورة كاملة من الأرض يبقى هنا قلت تاني عملية الجمع بيتم إمتى؟ بمجرد ما النباتة عندي يكون من 5 إلى 6 أوراق وبيستمر الجمع حتى قبل التزهير إذن هنا النباتات اللي عندي إذا وصلت إلى مرحلة الإظهار إذن النباتات اللي عندي هتفقد القيمة التسوقية بتاعته وقلت أن هنا عملية الجمع بيتم إزاي؟ يأما اقتلاع النبات بالكامل بجزوره وإما أن أنا بستخدم معملة تانية تسمى عملية الحش أن أنا بيتم إزالة النباتات بقالة حادة بقطع الأوراق من فوق سطح التربة بقالة حادة وزي ما احنا شايفين الصورة هنا عندي صورة بتبين النباتات اللي بيتم اقتلاعها اقتلاعها بالكامل والأوراق التي تم إزالتها عن طريق عملية الحش طب بعد ما أنا جمعت الأوراق هعمل فيها إيه؟ بيتم فرز الأوراق لإزالة الأوراق التالفة اللي هي الأوراق الصفراء اللون والمصابة بالأمراض بعد كده النباتات المعدلة للاستهلاك الطازج بيتم تعبئتها في أكياس من البولي إيسلين المثقب وبيتم تدريج أيضاً الأوراق ذات الحجم الواحد بيتم جمعها فيه أو تعبئتها في أكياس مستقلة وممكن هنا أننا خزن النباتات السبانخ اللي عندي اللي مدة من 10 إلى 14 يوم على درجة صفر مئوي ونسبة رطوبة 90% مع إضافة السلج المجروش لسرعة التبريد يبقى هنا لو أنا عاية محتاج أننا ننقل الأوراق بتاعة السبانخ لأن الأوراق بتاعة أوراق غضة تكون أوراق صغيرة بتتعرض إلى الزبول بصورة عالية فأنا لو حنقلها مسافة كبيرة بيفضل تخزنها على درجة رطوبة 90% ودرجة حرارة صفر درجة مئوية وبيتم إضافة سلج مجروش لسرعة التبريد وبيتم تخزنها لمدة ما تزيدش عن 14 يوم الفدان من السبانخ بيديني لو أنا هعمل تقليع بالجزور كاملة بيديني الفدان 4 إلى 10 طن ولو أنا هستخدم منه نظام الحشات بيديني من 12 إلى 15 طن بلاحظ عندي هنا انخفاض المحصول في حالة اقتلاع النبات لأنه أنا ما أخدش منه غير جامعة واحدة أما في حالة الحشات بيتم الحصول على أكتر من حشة طيب أنا لو محتاج أن أنا أنتج بزرة من محصول السبانخ زي ما أنا وضحنا أن الجزء الاقتصادي هو عبارة عن الأوراق وقلت بيتم جمع الأوراق حتى قبل عملية الإظهار بس هنا لو أنا محتاج الحصول على التقاوي أنا محتاج هنا النبات يحصل له عملية تزهير فأنا هعمل إيه؟ أولاً الفدان عندي بيديني حوالي 200 كيلو جرام من البزرة بيتم زراعة البزور في معادها في شهر أكتوبر وشهر نوفمبر وباجي أعمل عملية استبعاد للنباتات الغير مرغوبة داخل الحقل لو نباتات الصفات بتاعتها صفات غير جيدة وبيتم أخذ حشتين من النبات ويفضل أيضاً عندي إنتاج التقاوي أن أنا أزرع الأرض المعدة لإنتاج التقاوي في عروتين ما بين العروة والتانية 15 يوم لسهولة حدوث عملية التلقيح الخلطي ويرعى أيضاً في حقول إنتاج التقاوي أن يترك عندي مسافة تسمى مسافة العزل لأن التلقيح في النبات السبانخ تلقيح خلطي يبقى هنا عشان أحصل على البزرة الفداني عندي بيديني 200 كيلو جرام بزرة بيتم زراعة البزور في شهر وإكتوبر ونوفمبر بيتم استبعاد النباتات الغير مرغوبة بعد كده بأخذ منها حشتين وبعد كده بسيبها للحصول على الإزهار بعد كده النبات التاني اللي حنتكلم عليه هو نبات الملوخية وهو أيضاً من ضمن النباتات الجزء الاقتصادي فيها هو عبارة عن الأوراق وأوراق الملوخية بتتميز أن هي تؤكل مطهية بس في حالة هنا أن أنا ممكن أستخدم الأوراق بصورة طازجة أو الأوراق ممكن أستخدمها بصورة مجففة والأوراق اللي عندي بتتميز باحتواءها بنسبة كبيرة من البروتين والكاليسيوم والماغنيسيوم وفيتامين ألف وفيتامين بي يبقى الجزء الاقتصادي في نبات الملوخية هي الأوراق والأوراق إما أن هي تؤكل طازجة أو مجففة ومحتوها من المواد البروتينية عالي وكمان فيها نسبة من الكاليسيوم ونسبة من الماغنيسيوم ونسبة من فيتامين ألف وفيتامين بي نبات السبانخ بالنسبة للإحتاجات الحرارية بتاعته هو عبارة عن محصول صيفي يبقى هنا بيحتاج إلى درجة حرارة إلى حد ما درجة حرارة عالية ولا يتحمل البرودة أنسب درجة حرارة لنمو السبانخ من 25 إلى 30 درجة مئوية انخفاض درجات الحرارة إذا تعرضت النباتات إلى درجة حرارة منخفضة بيؤدي إلى عدم إنبات البزور طب هل النبات بتاعي بالنسبة للفترة الضوئية ايه ظروف الضوء بالنسبة للنبات بالنسبة للنبات اللي عندي هو نبات ورقي ونبات صيفي بيحتاج درجة حرارة بينمو في درجات الحرارة العالية إذن هو بيحتاج إلى فترة من عدد ساعات من الضوء طويل شوية أو نقدر نقول هو من ضمن نباتات النهار الطويل بيزرع فيه أرض نحقي الأرض التي يتم فيها زراعة نبات الملوخية هي الأراضي الصفراء الخفيفة أو الأراضي الصفراء السقيلة والأراضي الطمية وفي كل الأنواع بيديني محصول جاي بيتم زراعة النباتات الملوخية أنسب موعد لزراعة البزور بتاعة الملوخية بيتم زراعتها من مارس حتى شهر سبتمبر في الوجه البحري وممكن في المناطق الساحلية تأخير الزراعة حتى شهر نوفمبر يبقى معاد الزراعة زي ما احنا وضحنا أنه هو نبات بيحتاج إلى درجات حرارة عالية وهو من ضمن الخضر الصيفية فبيزرع في شهر مارس حتى شهر سبتمبر في الوجه البحري وممكن تأخير الزراعة إلى شهر نوفمبر في المناطق الساحلية طيب الفدان اللي عندي بيحتاج كمية تقاوي قد اين؟ يحتاج الفدان إلى كمية تقاوي عشرة كيلو جرام بزرة ولو أنا هزرع في جو بارد شوية زي ما حصل في المناطق الساحلية زي ما قالت أنه أنا ممكن أقر عملية الزراعة شوية فبحتاج لك المعدل أكتر بحتاج من 30 إلى 60 كيلو جرام من البزور طيب أزرع البزرة بتاعت إزاي؟ بلاي عندي نبات الملوخية من ضمن نباتات الخضر اللي البزور بتاعتها صغيرة الحاج البزرة بتاعت بزرة صغيرة فهنا يجب أثناء تجهيز الأرض أننا بيتم حرط الأرض جيدا والتسوية والتنعيم وبعد كده بيتم تأسيم الأرض لأحواض وبيتم وضع البزرة فيها برضو إما في سطور أو نسر زي ما احنا عن شوف بس المهم عندي أني لما أجهي أجهز الأرض أجهي أتأكد أن الأراضي بتاعتي تكون أراضي بيتم تنعيم سطح التربة جيدا لأن البزور بتاعتي بتكون بقى بزور صغيرة يارت الحجم وبزور خفيف فبيتم تأسيم الأرض لأحواض 1 في 2 متر أو 1 في 3 متر أو 2 في 2 متر وبيتم وضع البزرة بتاعته زي ما أنا قلت يتم وضعها إما نسرا أو في سطور بس يلاحظ عندي أن بزرة الملوخية لأنها بزور صغيرة وخفيفة فيجب إجراء عملية تسمى عملية الجربعة إيه عملية الجربعة دي وبيتم إزاي أن أنا باستخدام جريد النخل بيتم تحريكه فوق سطح التربة بشكل متعرج لتغطية البزور الصغيرة بالتربة حتى لا تطفو أو تنجارف أثناء مياه الري يبقى هنا بالنسبة لعملية الزراعة زي ما نقول بيتم وضع البزور نسرا أو في سطور بيتم تأسيم الأرض لأحواض وبيتم عملية جربعة بعد عملية الزراعة عند الزراعة في الجو البارد بيتم تغطية البزور بكمية من الرمل طيب بالنسبة لعملية الري زي ما احنا قولنا أن النبات بتاعي نبات بزلوته صغيرة جدا نبات حساس للمية فبيكون الري عندي ري هادئ أو الري بتكون رية الزراعة بعد كده بيتم الري مرة أو مرتين حتى تمام الإنبات مع مراعاة عدم جفاف سطح التربة قبل الإنبات لأن ده ممكن يؤدي إلى موت النباتات اللي عندي بعد كده بيتم الرأي مرة كل خمسة إلى عشرة أيام حسب التربة وحسب درجة الحرارة طيب هل نباتات اللي عندي نبات الملخية اللي موجود بيتم لها عملية عزيق وعملية مقاومة الحشائش لو ظهرت عندي حشائش في الأرض بيتم التخلص منها يدويا أو بيتم عمل عملية تسمى عملية الشقرفة دي وبيتستم باستخدام الشقرف ودي بيتم إجراءها بعد كل حشة طيب نباتات الملخية من ضمن نباتات الخضر الورقية إذن أيضا هو من ضمن النباتات التي تحتاج رعاية وعناية ومعدلات تسميد جيدة بيتم إضافة عشر إلى عشرين متر مكعب أثناء تجهيز الأرض للزراعة بيحتاج الفدان مئة كيلو جرام سلفات نشادر خمسين كيلو جرام سوبر فسفات خمسة وعشرين كيلو جرام سلفات بوتاسيام وبيتم إضافة هذه الكيميات بعد ثلاثة لأربع أسابيع من الزراعة وبعد كده بيضف خمسين كيلو جرام نترات جير بعد كل حشة يبقى بعد كل حشة من الحشات اللي بياخدها من محصول الملوخية بيتم إضافة خمسين كيلو جرام من نترات الجير عامل في عملية بتتم مهمة جدا هي عملية الوقاية من البرودة نبات الملوخية زي ما احنا قلنا نبات صيفي ونبات بيحتاج إلى درجة حرارة عالية وما بتحملش البرودة فبيتم وضع حواجز من الغاب أو جريد النخت في الجهة البحرية أو الجهة الغربية للوقاية من البرودة أو الرياح المحملة بالرمال بينضج نبات الملوخية عند إمتى؟ العروات المبكرة بيتم تطلع النباتات بالكامل ودي بيتم جمعها بعد سبعين إلى تمانين يوم من الزراعة في حالة الزراعة في العروات العادية بيتم أخذ حشة أولى بعد أربعين لخمسين يوم من الزراعة وبعد كده بتقذ عدة حشات بعد شهر يبقى أول حشة بيتم بعد أربعين لخمسين يوم وبعد كده الحشة التانية بيتم أخذها بعد شهر من الحشة الأولى طيب الأرض بتاعتي أو الفدان عندي بيديني قد إيه؟ لو عندي العروات الدافية بأخذ بيطلع منها أربع إلى ستة حشات بتزن عندي من تمانية إلى إتناشر طن بلا إن المحصول فيه العروات البردة لأن زي ما نقولت العروات البردة بيكون فيها المحصول منخفض لأن النبات عندي بيبقى نموه ضعيف فبيكون فيها المحصول من واحد إلى واحد ونصف طن طيب في حالة الرغبة فيه إنتاج البذور اللي بيتم بيتم زراعة البذرة في معدها في شهر مارس وشهر إبريل وبأخذ من الأرض بتاعتي من محصول الملوخية بأخذ منه اتنين حشة بعد كده بسيب نبات الملوخية للإزهار وتتكون القرون بعد كده بتترك حتى تمام نطجها وشفافها وبيدين الفدان 500 كيلو جرام من البذور وبيتم جمعها في شهر سبتمبر يبقى للحصول على البذرة بيتم زراعة النبات في المعاد المناسب شهر مارس وشهر إبريل بأخذ منه حشتين بعد كده بسيب النبات للإزهار بيتم الإزهار والتلقيح والإخصاب وعقد الثمار وتكوين القرون وبيدين الفدان حوالي 500 كيلو جرام من البذور وزي ما أنا وضحت إن بذور الملوخية بذور صغيرة الحج بعد كده زي ما أنا قلت إن المحصول البذرة أو المحصول البذرة بتاعي بينتج فيه شهر سبتمبر المحصول اللي حنتكلم عليه بعد كده هو من ضمن محاصيل الخضر الورقية أيضا وهو من ضمن المحاصيل التي تستخدم في مدى واسع وليها قيمة جزائية وقيمة طبية عالية اللي هو محصول البقدونس نبات البقدونس من ضمن نباتات الخضر العشبية النبات عشبي بيتكون برضو الساق بتاعته ساق قصيرة بس الأوراق بتاعته زي ما احنا شايفين عشان نفرق ما بين الأوراق النبات البقدونس وبعض الأوراق الشبيهة ليه ورقة نبات البقدونس بتخرج الأوراق متزاحمة بتتكون من 2 إلى 3 أزواج من الفصوص شكل الورقة تاني بتقول الورقة بتاعتي كل ورقة بتتكون من 2 إلى 3 أزواج من الفصوص والنبات اللي عندي زي ما أنا قلت نبات عشبي والساق بتاعتي ساق قصير إيه الأهمية الاقتصادية؟ بلاء جزء الاقتصادي زي ما احنا تكلمنا عليه هو عبارة عن الأوراق والأوراق دي بتؤكل في صورة زجع وبتستخدم في أطباق الصلطة ولها قيمة غزائية عالية لأن الأوراق بتاعتي بتحتوي على نسبة من عنصر الكاليسيوم وكمية كبيرة من الزيوت العطرية وده يمكن سبب أن النبات البقدونس من ضمن النباتات الخضر ذات الرائحة النفاذة النفاذة الرائحة دي سببها زيوت العطرية اللي موجودة في النبات وبيحتوي على فيتامين ألف وفيتامين جين بالنسبة للإحتياجات البيئية بلاء النبات البقدونس عندي هو من ضمن المحاصيل أش التوية بيحتاج إلى جو درجة حرارة منخفضة وهو يتحمل البرودة ونبات البقدونس نسبة أو درجة المناسبة للإنبات عندي من عشرة إلى تسعة وعشرين درجة مئوية وأنسب درجة للإنبات عندي أربعة وعشرين درجة مئوية طيب نبات زي ما احنا عرفنا درجة الحرارة عايز أشوف إيهي الطربة المناسبة بلاقي النبات البقدونس نبات ورقي نبات نمو محدود فبينمو في مختلف الأراضي ولكن أفضل أنواع الأراضي لإنتاج محصول البقدونس هي الأراضي الصفراء الخفيف بيتم زراعته إمتى؟ احنا قلنا أن نبات اللي عندي ده نبات من ضمن محاصيل الخضر الشتوية هو بينتج أو تزرع المزور بتاعتي من منتصف شهر أغسطس حتى شهر فبراير يزرع النبات أيضا فيه عروات مختلفة لأن الموسم النمو بتاعه صغير بيتم زراعة النبات باستخدام البزور والفدان عندي بيحتاج إلى كمية من التقاوى من 6 إلى 8 كيلو جرام من البزور طيب أزرع البزور بتاعتي إزاي؟ عندي النبات عشان أزرع النبات برضو ملاحظة أن النبات عندي البزور بتاعتي حجمها صغير فبيتم حرط الأرض وتنعمها وتأسمها لأحواض 1 في 3 أو 3 في 3 متر وبيتم زراعة النباتات في سطور وبسيب بين السطر والتاني مسافة 20 سنطر هنا فيه ملحوظة مهمة جدا لما أجي أزرع زي ما أنا قلت النبات عندي كل لما يكون النبات صغير الحجم المسافة اللي عندي بتبقى قليلة وكل لما يكون البزور اللي عندي بزور صغيرة الحجم بيتم الاهتمام بتنعم الأرض وتسويتها جيدا حتى لا يحدث عندي تلف للبزرع أو سوء توزيع للبزرع أثناء عملية إزرع طيب هل نبات البقدونس وهو نبات ورقي وهو نبات صغير الحجم هل بتجرى له عملية خف نبات البقدونس فيه نوع من أو فيه سلالة من السلالات ما عرفش يمكن بعضكم شافها ومش ما شافهاش فيه نوع من أنواع البقدونس اسمه البقدونس الجزري هنشوف الصورة بتاعته دلوقتي البقدونس الجزري ده بيتميز أن لهو الجزور تشبه نبات الفجل يبقى نبات البقدونس فيه نوع منه بيكون له جزور بتشبه جزور نبات الفجل يعني بيبقى لهو محصول جزري يعني باخد معه على الورقة الجزور الأصناف الجزرية هي الأصناف الوحيدة اللي بيتم خفها ودي بيسيب مسافة حوالي 20 سنط بين النبات والتاني لإمكانية الحصول على الجزور بالشكل اللي احنا شايفين يبقى نبات البقدونس من ضمن النباتات لو عندي نبات الصنف بتاعي صنف جزري بيبقى عندي بيتم الخف على مسافة 20 سنط بين النبات والتاني أما لو هو من الأصناف العادية اللي هي المحصول الاقتصاد بتاعي هو عبارة عن الأوراق ده لتجرى لها عملية الخف طيب من ضمن العملية المهمة التي تجرى أيضا على نبات البقدونس زي ما احنا شايفين برضو مع بعض كده أن هنا بيتم النباتات ذات الجزور والنباتات العادية هل تجرى مقاومة للحشاش في الحقول الخاصة بإنتاج البقدونس حلاقي عندي نباتة البقدونس نظرا لأنه نبات ورقي والورقة بتاعته صغيرة الحجم ونبات بصورة عامة صغيرة الحجم فبيتم التخلص من الحشاش بصورة يدوية يبقى هنا لو حصل عندي والأرض بتاعتي نبتت فيها حشاش بيتم التخلص من هذه الحشاش يدويا أو باستخدام المبيدات الآمنة لأن النبات اللي عندي ما عنديش بديل تاني ما ينفعش أن أجري عملية عزيق أو عملية شعرفة لإزالة الحشاش فهنا بيتم إزالة الحشاش يدويا أو باستخدام المبيدات الآمنة بالنسبة لعملية الري زي ما احنا وضحنا في المخاصير اللي قبل كده كلما النبات اللي عندي يبقى نبات ورقي يبقى كمية المية اللي مطلوبة بتبقى كمية منتزمة مع مراعاة عدم التغريق والتعطيش وبيتم إضافة الماء للنبات حسب الحاجة يعني لو أنا تعرض النباتات لدرجة حرارة عالية بزود المسافة أو بقل المسافة بين فترات الري يعني بزود عدد معدلات الري طيب لو عندي درجة الحرارة معتدلة بخلي نسبة الري معتدلة طيب بالنسبة لعملية الري زي ما احنا عنا نشوف كده الري بيكون منتظم وهادي وبيتم إمتى زي ما قلت بيتم حسب حاجة النبات بالنسبة لعملية التسميد بلاقي برضو ان النبات طالما ان هو نبات ورقي له معدلات سمادية عالية بيحتاج إلى 20 متر مكعب سماد بلدي تام التحلل ودي بيتم إضافتها أثناء إعداد الأرض للزراعة بحتاج 50 كيلو جرام من سماد سلافات النشادر و100 كيلو جرام من سماد سوبر فسفات الكاليسيوم وبيحتاج 25 كيلو جرام من سماد سلفات البوتاسيوم وبيتم إضافة هذه الكميات عقب كل حشة للحصول على إنتاج عالي ومخصول عالي من نبات البقدونس بيتم نضج النبات والحصول على الحشة الأولى بعد شهرين من الزراعة بعد كده بيتم حشه كل شهر لمدة 6 شهور يعني كده بمعدل تقريباً أنا باخد من النبات حوالي 5 حشات زي ما احنا وضحنا أن الحشة الأولى بيتم الحصول عليها بعد شهرين من الزراعة وبعد كده بيستمر حش المحصول لمدة 6 شهور يعني تقريباً باخد منه كمان 4 حشات يعني أنا باخد من نبات البقدونس حوالي 5 حشات بس المعدل بيختلف حسب درجة الحرارة وحسب طبيعة الطربة فأنا باخد من النبات في الغالب من 2 إلى 5 حشات والحشة الوحدة بيكون وزنها بتديني محصول تقريباً حوالي من 3 إلى 4 طن يعني كده معدل المحصول الناتج من الفدان حوالي من 16 إلى 18 طن من محصول البقدونس طيب بالنسبة لإنتاج البزور بيتم لو أنا عايز أحصل على البزور بيتم زراعة البزور في معادها بشهر أكتوبر وباخد منها حشتين وبعد كده تترك البزور عندي للنمو وتخرج الأزهار في مارس ويعطي المحصول البزور في شهر مايو وبكده احنا نكون نتكلمنا على النباتات اللي معانا التلاتة نبات البقدونس ونبات الملوخية ونبات السبانخ ودولة من ضمن أهم نباتات الخضر الورقية اللي بيتم إنتاجها وبتتميز باحتواءها على كمية كبيرة جداً من العناصر الغذائية وخاصة الفيتامينات سواء كان فيتامين ألف أو فيتامين جيم يمكن احنا تكلمنا على محصول السبانخ وركزنا فيه على جزئية إن نبات السبانخ من ضمن نباتات الخضر بالرغم من القيمة الغذائية العالية بتاعتها اللي إنه عندي هنا نبات السبانخ بالرغم من احتواءه على كمية كبيرة من الفيتامينات بيحتوي على كمية من الأملاح المعدنية فبلاقي عندي بيحتوي نبات السبانخ على كمية من أملاح الكاليسيوم وده ممكن تسبب عندي مشكلة اللي هي تكون أجزالات الكاليسيوم لإنها بتتحد مع حامض الأجزاليك مكونة أجزالات الكاليسيوم طيب هنا لو جئنا نراجع على مجموعة النباتات اللي احنا أخذناها قلنا النباتات اللي عندنا التلاتة نبات السبانخ ونبات الملوخية ونبات البقدونس وهم التلاتة عبارة عن النباتات عشبية الجزء الاقتصادي اللي عندي هو عبارة عن الأوراق والأوراق اللي عندي سواء كان نبات السبانخ أو نبات الملوخية أو نبات البقدونس فنبات السبانخ بيتم استخدام الأوراق في صورة طازجة يعني أنا بأخذ الأوراق بتاعتي مطبوخة أو مسلوقة في نبات الملوخية لو جينا نبص عليها بلاي نبات بتاع الملوخية الوراق بتاعتي ممكن تستخدم في صورة مجففة أو في صورة طازجة بالنسبة لنبات البقدونس بيتم استهلاك الأوراق اللي عندي في صورة طازجة بالنسبة للعوامل البيئية المناسبة بلاي أن درجة الحرارة هنا في نبات السبانخ زي ما احنا وضحنا أن درجة السبانخ بيحتاج إلى درجة حرارة من 21 درجة مقوية والنمو الخضري بتاعي بيكون من 10 إلى 16 درجة مقوية يبقى هنا اتكلمنا على الثلاث نباتات بصورة تفصيلية بعد كده عندي في مجموعة نباتية تانية هنتكلم عليها إن شاء الله في الحلقات المقبلة هتبقى خاصة بنباتات الخضر القرعية ونباتات الخضر الثمرية والنباتات تسمى النباتات النبتة نراجع تاني مع بعض هنا بقى احنا هنا تكلمنا على الخضر الورقية اللي عندنا في المقرر بتاعنا وهما ثلاث محاصيل زي ما احنا وضحنا تاني عند الثلاث محاصيل بتوعي محصول السبانخ ومحصول الملوخية ومحصول البقدونس وزي ما احنا وضحنا إن الثلاث نباتات تاني من ضمن النباتات الخضر العشبية بلاحظ إن الثلاث نباتات النبات بصفة عامة فيهم سواء كان ده أو ده أو ده بيتم تكوينه من جزء وتدي الساق بتاعتي بتبقى ساق قصيرة وعندي الأوراق وهي عبارة عن الجزء الاقتصادي الساق اللي عند في النبات لا يتم استطالة الساق بتاعتي إلا في موسم النمو التاني يعني هنا النباتة هو مزروع بيتم بعد زراعته بالبزرة بينمو نمو خضريا بينتج الأوراق الساق بتاعتي بتبقى ساق صغيرة خالص موجودة في جزء ما بين الجزر الوتدي وقواعد الأوراق بيتم استطالة هذه الساق عند إنتاج الأزهار الأزهار بس الكلام ده ما بينطبقش على نبات الملوخية لأن النبات الملوخية عندي نبات كامل له جزء وصاق وأوراق وبتخرج عليه بعد كده الأزهار في مرحلة متأخرة لإنتاج القرون اللي بيحصل منها بعد كده على الأزهار طيب لو جينا نقول أو نرجع مع بعض كده لو جينا نبص ما هي كمية التقاوي المناسبة لزراعة محصول من ضمن المحصول المهمة اللي عند اللي هي محصول السبانخ نرجع مع بعض كده الزاكرة لقيت إن كمية التقاوي اللازمة لإنتاج فدان أو لزراعة فدان من محصول السبانخ بيحتاج لو أنا حزرع بدار بلا أن الكمية بتختلف عن الكمية المطلوبة لو أنا حزرع في سطور أو حزرع بين سطر والتاني بسيب تقريبا حوالي من 25 سنتي بلا أن هنا كمية التقاوي بتاعتي من 2 إلى 5 كيلو جرام في حالة الزراعة في سطور بتزيد شوية من 8 إلى 12 كيلو جرام في حالة الزراعة البدار بلاحظ عندي إن هنا عمليات العزيق المختلفة التي تجرى على نباتات الخضر الورقية هي من ضمن العمليات الحساسة أو النباتات اللي عندي لإن هي نباتات صغيرة الحجم فهي نباتات حساسة إلى معدلات العزيق وأيضا نباتات بتاعتي نباتات صغيرة وضعيفة الحجم فيجب التخلص من الحشائش فلو جينا هنا نتكلم على أفضل الطرق لمكافحة الحشائش اللي موجودة في الخضر الورقية بصفة عامة حاليا أن أفضل طريقة عندي إما أن يتم التخلص من الحشائش بصورة يدوية يعني أنا لو عندي حشائش موجودة بيتم التخلص منها بصورة يدوية يعني أنا هنا لأرض بتاعتي مزروعة باجي بيتم اقتلاع الحشائش بصورة يدوية أو باستخدام بعض الآلات ويفضل في حالة الزراعة الكسيفة أو الزراعة البدار يتم مقاومة الحشاش عن طريق استخدام المبيدات الأمنة طيب ليه أنا بقول مبيد آمن وليه ما بيفضلش استخدام المبيدات مبيد آمن أنا باتكلم هنا على محصول خضر ورقي وجزء منه بيتم استهلاكه استهلاك في صورة طازجة يعني النبات بيتم استهلاكه زي ما بيحصل في نبات البقدونس بدون معاملة حرارية طيب هنا لو أنا اضطريت أن أنا أستخدم مبيدات لمكافحة الحشائش لابد أنه هو يكون مبيد آمن وغير ضار بصحة الإنسان ليه؟ لأن عندي هنا نبات بيتم استهلاكه وبيتم استهلاك الجزء الاقتصادي فيه بصورة طازجة يعني هنا لو كان فيه نسبة من المبيدات نسبة المبيدات دي هتؤدي إلى حدوث بعض المشاكل يبقى هنا زي ما احنا وضحنا مع بعض النباتات اللي عندي اللي احنا اتكلمنا عليها نبات السبانخ ونبات الملوخية ونبات البقدونس بس نرجع برضو ونأكد الجزية دي مهمة جدا يمكن هي فيها معلومة قد تكون جديدة على حضراتكو أن في بعض أنواع البقدونس يسمى البقدونس الجزري تاني نوع من أنواع البقدونس يسمى البقدونس الجزري يعني النبات ده هو باخد منه جزء الاقتصادي عبارة عن الجزور بالإضافة إلى الأوراق يبقى البقدونس اللي احنا متعرف عليه اللي احنا كلنا بنشوفه تقريبا أو متعرف بالنسبة لنا هو عبارة عن جزء الاقتصادي فيه عبارة عن الأوراق بتاعتي وزي ما احنا وضحنا أن الورقة بتاعتي بتكون مركبة من ثلاث أوراق البقدونس الجزور بتاعتي بتكون لو نبات البقدونس جزري بيلاحظ عندي ده الوحيد اللي بيتم عندي الخف فيه على مسافة أكبر شوية إلى مسافة عشرين سنطي بعد كده لو عندي البقدونس العادي بيتم الخف فيه على مسافة أربعة سنطي بين النباتات بين النباتات وبكده نكون نتكلمنا مع بعض على الخضر الورقية المقررة في مقررنا وهم نبات سبانخ ونبات الملوخية ونبات البقدونس وقبل كده في حلقات سابقة تكلمنا على محصول الخضر الجزرية هو محصول الجزر ومحصول البنجر الفترة الأخيرة بالنسبة لفترة الامتحانات اللي عمليها خلاص يعني على وشك عازة مننا جزء من المراجعة والتركيز وإحنا من جانبنا تم توفير المادة التعليمية على القناة الخاصة باليوتيوب قناة التعليم الفني أو قناة التليجرام وإحنا بالنسبة لكل الزمل اللي موجودين في قطاع التعليم الفني بنوعياته المختلفة موجودين معاكم على مدار الساعة لرد على استفساراتكم وأسئلتكم وإن شاء الله دعواتنا ليكم بالتوفيق بإذن الله ونراكم في حلقات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا